والتي سوف نتحدث فيها عن تغريدة لسعيم أو رئيس حركة حمص حركة مجتمع السلم الجزائرية التابعة لتنظيم الإخوان في الجزائر والتي تقدم نفسها دائما على أنها أكبر حزب إسلامي في الجزائر وأنها الممثل الرئيس لتنظيم الإخوان العالمي في الجزائر حقيقة أن هذه الحركة قبل أن أدخل إلى التغريدة أن هذه الحركة معروفة بتقلباتها بولاءاتها المختلفة اليوم مع السلطة وغدا ضدها كلما تشعر هذه الحركة أنها ابتعدت عن السلطة ابتعدت عن السلطة وأنه لا مجال أن تقترب منها إلا وتلجأ للتحالف مع أحزاب وللتحالف حتى مع السلطة وقضت سنوات وهي في الاعتلاف الرئاسي الذي دعم ابو تفليقة خلال ثلاث عهدات وعندما اندلعت ثورات ما سمي الربيع العربي سارع رئيسها أنذاك إلى الدوحة ومن هناك أعلن معارضته الشريسة وانسحب ثم انسحب لاحقا من الاعتلاف الرئاسي وكل ذلك ظنا منه أن الجزائر محطة أخرى من محطات الربيع العربي بين غضفرين وأن الباب مفتوح لحركة حمص كي تكون في القيادة كما فتح المجال لإخوان مصر وغيرهم إذن هذه الحركة التي معروفة بتقلباتها بتناقضاتها بولاءاتها التي تقدم دائما التنظيم على حساب النظام التنظيم على حساب الدولة فعندما يتناقض موقف الدولة وموقف التنظيم فإن حركة حمص تقدم التنظيم وشاهدناه في أحد المداخلات وهو أن يذكر أنه يستطيع أن ينتقد النظام الجزائري وينتقد بوتفريقة ولكنه لا يستطيع ولا يجرؤ على انتقاد المرشد العام لتنظيم هل هناك علاقات مع المرشد الإخوة المسلمين؟ لا أكيد هل هناك علاقاتنا في التيار الإسلامي على مستوى العام هل كنت تنصحهم مثلا أسلام؟ كنا نحاول أن ننصحهم لكن لا يسمعون هم يعتبرون بأنهم هم الأم المؤسسة هم أنا أريد أن أنتقي الكلمات لا لا تنتقنش خضرحتك والله أنا عندي جرأة أن أقدر نظام سياسي الجزائري بصراحة وقوة كبيرة وليست لجرأة أن أبقى إخواننا حتى لا يزعلوا كثيرا العزيز متفليقة صحيح بجراءة وتخاف تخشى أن تنتقد الإخوان المسلمين أنا لا يزعلوا يزعلوا يعني متفليقة لا يزعلش في الحقيقة الحقيقة يا إخوان أنني لن أغوص كثيرا في تاريخ هذه الحركة التي معروفة بكيلها بميكيالين وحتى نذكر أن الشيخ محفوظ نحناح الذي كان رئيسها ومؤسسها ذهب إلى سنتي جيديو هناك والتقى في ذلك اللقاء الذي أثار الجدل في ذلك الوقت في كنيسة سنتي جيديو في إيطاليا والتقى مع قيادات من الفيس وغيرها في إطار المصالح وفي إطار تلك الأرضية التي وضعت من أجل الحوار وعندما عاد إلى الجزائر مباشرة انقلب على سنتي جيديو وما إلى ذو الأمثلة كثيرة جدا كثيرة جدا ليس المجال لحصرها ترجمة نانسي قنقر